موسيقى جاهز؟ موسيقى موسيقى اليوم نحن نتحدث بمعارة سيريال لتأكيد من الزمير الملتوي على نفسه أحمد درسنا اليوم عن الضمير الملتوي على نفسه شنوش شنوش ضمير الملتوي اللفت على نفسه ما يمشي سيدا مع نفسه بس 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 عن سيري موسيقى نعم النعود نعم نعم خلكم العربي وخلكم الإنجليزي اللي هو ضمير المفعول به ذلك لنجد بعض مثالات إيه الضمائر المفعول به شلون ضم ضمير مفعول به يعني؟ أي جملة عادية عادتين يكون فيها فعل وفاعل صح؟ إذا الضمير نفسه كرر نفسه في الجملة أول مرة ييق ضمير الفاعل بعدين ييق ضمير المفعول به ما فهمتوا صح؟ خلشوا بالجدول هذا عندنا في الصف الأول اللي هي ضمائر الفاعل إيه الضمائر الفاعل ضمائر المفعول به اللي هما أنت تقدر تروح المدرسة بنفسك فنشوف المثال الثاني الرئيس أو الحاكم زار مدرستنا عندنا فاعل إذا بكررها مرة ثانية لازم أحط الضمير مفعول به أحطه في فتصير طبعاً طبعاً مجرد ما أنت تحفظ الجدولين هذين الضمائر كل ضمير يلقى الضمير المفعول به ضمائر الفاعل وضمائر المفعول به ضمائر ما تعرضت من عريني من ترسيني من سودل من عريني الأسد حقي تكتر من عريني بنلقى لي أبوحي وتحفظ لي صدق هذا أسهل من الرفلكسي دائماً في الجملة يكون عندنا ضمير اللي هو الفاعل سواء كان اسم أو ضمير إذا تكرر مرتين نفس الجملة أول شي رح يكون سبجكت اللي هو فاعل سواء كان ضمير أو اسم إذا تكرر المنثاني نحطه ب اللي هو ما يقابله من ضمير المفعول به مجرد ما أنت تحفظ جدول ضمائر المفعول به ويقابله من أي ضمير رح تعرف تحلها بأي سؤال رح يصار فيك هذا هو أكثر من اليوم رفلكسي المترجم للمترجم أحب أن تحفظ جدًا وفاعل إذا كنت تحفظ جدًا تحفظ جدًا وفاعل لا تحفظ جدًا وفاعل وفاعل سوف أتحفظ جديًا ببعي